زين عامر توقفنا عند نقطة أثارها العدل ذكري وهي مطلب الجميع أن العدالة يجب أنها تطبق القوانين لازم تطبق بدون عاطفة وبدون مفاضة للجهة على جهة أخرى تكلموا مباشرة على قضية هذا الأسبوع هي قضية معاقبة فريق نجم مقراب بخصم أربع نقاط مع أربع مباريات دون جمهور عقوبة نزلت أكيد كالساعقة أو كالصدمة على إدارة وأنصار الفريق كيف ترى العقوبة هل تراها أنها منطقية أو وفقا للقانون أم تراها أنها تصفية حسابات ومؤامرة طلاقا من أنصار المقرار نستمعوا بعض لحظات صريحاتهم يقول لك أنه لأول مرة يحدث هذا القرار بهذه الحدة لا قاسية أنا ليا قاسية وقاسية وقاسية جدا أقول هالك أنا رئيس تحام خطرة تكلمت قال لك في باريز يعيطوا لها حديقة لبارك دي برنس الأمارات وقال لك إحنا الملعب تحنا حديقة الفقراء اليوم يعني بهذا المثل يحبين تتكلم اليوم ما قرأي محقورة أقول هالك بكل صراحة أو هنا الشيخ لحلو عادل دربو رحم ما شكوك دربو رحم سمحني عادل وعلى شكولك محقوري سمحني عادل ما شكيك على العنف العنف إني 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 أم بردونا إن العنف مرفوض تماما مهما يكون اسم الفريق ولا شكونا دار العنف هذا ولكن عادل راك يعني يعني صحافي رياضي شيخ هل أنت شتها يعني في بطولة جزائرية نتكلموا يعني في محض البطولة الجزائر هل في موسم على تلتران على بعد ثلاث جوالات عن نهاية الموسم شت أنت فريق ينزعوا له ثلاث نقاط اليوم تقدر باريك زوم لكن يقدر يقول الفائلين في الجنة أنه يجب تطبيق القانون مثلا وعليش عادل ما أنا أرق دونات وحبي طبقوا القانون دوكا عادل ما تغيير دوكا يا سيخ اليوم نقول لك وره اللوم اليوم كين مشاكل عديدة شفنا الرابطة يعني تخبط في مشاكل اليوم يعني الدونجي الليكسيكو هي من فاعلين تاع انديا ليتلعب على يعني لاكسيسيون أو معرفين مدور مشرف هرادام العلماء يعني ما يشكو الكبليهوما اللي داروها بالعني ولكن الدونجي والسبكولاسيون اللي راهي في هذا الفعل سيكو الناس لو كتفهمها بالتدخل باش ما يخلوش مقراططة لا تطلع لأن 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 سمحني سمحني كما قال لك لا تطلع لا تطلع لا تطلع لأن لا تطلع لا تطلع لا تطلع ولكن دلي هذي تطلت نقاط ما كاش منها هذي بصراش هذي جامي صدق